في قصة عبدالله للبجادين لعشرتهم القاطنة في خارج المدينة ذات مرة جاء رأى جماعة المجتمعين في مكان وإنسان يخطبهم كلام جميل وقف واستمع من هذا؟ هذا مدعا للرسالة ما هي رسالته؟ قال العمي يا عم لماذا كل شهر مرة؟ إني مستعد كل أسبوع مرة أروح للمدينة المنورة لأشر الطعام كل أسبوع جاء ليسمع لكلام رسول الله بعد ذلك عرف عمه لأنه هذا متماير لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه قال أنت متماير لدين محمد؟ قال نعم قال اعلم يا ولدي إذا أسلمت فإني لا أعطيك بنتي قال لا حاجة لي في بنتك اعلم أنك إذا أسلمت لا تكون شيخا مكاني على القبيلة قال لا حاجة لي في شيخوختك اعلم يا ولدي أنك إذا أسلمت تحرم من ميراثي لا حاجة لي في ميراثك اعلم يا ولدي أنك إذا أسلمت أخرجك من بيتي عاريا لا حاجة لي في ملابسك قصد طويل المعروف لاحظوا الإيمان هذا هو الإيمان في الحقيقة لأن الإيمان معناه هذا وجاء الولد وصلخه العم من ملابسه وجاءت إلى أمه وأمه بكت عليه ولبسته من جلال الحيوان شيئا على وسطه كإزار وشيئا على كتفه كغطاء وجاء إلى المدينة وكان الليل ونام في المسجد وراه الرسول صباحا صلى الله عليه وسلم من أنت يا فتاة قال أنا فلان وسمى اسمه قال كلا أنت عبد الله والبجادين البجادين عن هذه الاثنين ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة حقيقة لاحظوا التحويل الإيماني يفرحون بالشهادة مو إمتنان مو تصدق مو مباهات وبالفعل حارب مع رسول الله وقاتل وقتل الإيمان يصنع المعجزات ترجمة نانسي قنقر